الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان 1441 الموافق الثاني والعشرين من شهر ماي 2020 تعلن عن إتمام عدة شهر رمضان ثلاثين يوم وأن يوم عيد الفطري أول شوال 1441 سيكون بإذن الله يوم الأحد 24 ماي 2020 وبهذه المناسبة المباركة نهنئ الشعب الجزائري خاصة والأمة الإسلامية عامة بمقدم هذا اليوم المبارك سائلين المولى الكريم أن يتقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعتقى رقابنا من النار ونظر إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين تقبل الله منه منكم الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور مهد عزوك والشكر موصول للدكاتر الأساتذة عضاء اللجنة الشرعية للأهلة والموقيت الشرعية تقبل الله صيامنا وقيامنا وهنيئا لنا مقدم العيد وبدون إطالة أيها السادة نتركه مع كلمة معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بالمهدي بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا وبعد فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي أتم علينا الشهر وأكمل هذه النعمة فزادنا يوما نصومه ونضرع فيه إلى الله ونتبتل إليه نزداد صياما ونزداد قياما في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى حتى يقبل الله تعالى مننا الدعاء ها نحن بحمد الله تعالى صمنا وصبرنا فنئنا أجر الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وها نحن صمنا رمضان وتضامنا وتعاوننا وأظهرنا فيه من الخير من البر الذي هو صميم هذه الأمة والذي هو مخخة هذه الأمة والذي هو أصل هذا الشعب الجزائري الكريم فلنواصل أيها الإخوة المؤمنون نواصل عطاءنا ونواصل بذلنا ونواصل طاعتنا لله سبحانه وتعالى كي تتم فرحتنا في هذا العيد الذي يقدم علينا بعد يوم إن شاء الله يقدم علينا ويجد الأسر الجزائرية كلها في فرح وسرور في نعمة وحبور ليس فينا مريض ليس فينا شخص أصابته عدوى ليس فينا شخص يعالج المرضى حتى يهلك بسبب هذا الوباء فلنتزم بكل الإجراءات الطبية والنصائح الوقائية ولنلتزم الكمامات والنقلل من الزيارات ولنتفادى التجمعات ولنصل أرحامنا بالهاتف بالسؤال عن بعد نحيي بعضنا بالتحية بالإشارة عن بعد كل ذلك احتياطا حتى يحمي الله تعالى وطننا ففرحة وطننا وفرحة بلدنا أهم وأفضل من فرحتك أن توحدك في بيتك لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد تقبل الله تعالى منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا ونسأل الله تعالى أن لا يضرب بشيء من ذلك على وجوهنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم كل عام والجزائر بخير كل عام والأمة الإسلامية بخير تقبل الله تعالى منا ومنكم عيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر